حكينا بقى ماريوم قصة في الأول كده مع الفن التشكيلي وش معنى خطرت الفن التشكيلي إيه اللي عجبك؟ أه... حسناً هرخص أه... هم عراض وفن... فناس يعني انت بتحب الرسم؟ وحب الرسم درست إيه في الكولي يا ماريوم؟ وخيفة كميرة وعندي هسير السباحة وطل السباحة بردو ماشاء الله وكما أنت أطلب صفرة أنت معك عند أعملت كم دوحة طيب جميل أستاذة هلاء يعني مريم لها القدرات الخاصة مش بس في الفن كمان في الرياضة ماشاء الله يمكن مش أي حد يمتلك القدرات إزاي قدرتي توصلي بمريم للنجاح ده هم اللي عندهم قدرات مش عندنا الصراحة قدرات خاصة اعتشفتها إزاي بص هي أي أم بتفضل تنكش كده حوالين ولادها تشوفه ومميز في إيه بس فإحنا يعني بتدينا الأول بالسباحة كنوع من الرياضة اللي فيها دمج اللي تقدر جسمها يبقى كويس فيه كل حاجة يعني تنظيم للنفس وبعد كده بقى بتدينا ندخل بطولات وكده وهي بطل يتعرف في السباحة ومعها خمسين مدالية ماشاء الله طيب من السباحة للفن التشكيلي مريم هي أول فنانة مصرية تلتحق بقسم دراسات الحرة في كليت الفنون الجميلة والالتحق بيش سهل على الفكرة يعني بيبقى فيه معايير كمان لاختيار مين يدرس في الفنون الجميلة قدرات خاصة ده حقيقة هي كليه عملية فكان أصلا الموضوع يعني بالنسبة لولادنا مقفول تماما حتى في الكسم الحر فكتمرم أول المتحكين من الدون سندروم في الكسم الحر ودرسة أربع أقسام درسة جرافيك ودرسة نحت ودرسة جداري وقدمت أعمال في كل قسم الجرافيك وفن التشكيلي وتصوير زيتي وأبهارت الجميع يعني بشهدة الدكاترة وعميد الكلية في الوقت ده دكتور أحمد هانو الوزير الثقافة حاليا يعني الصراحة يعني هي بتبزي المجهود ومش مجرد أن هي في مكان وخلاص لا هي بتشتغل وتشغل على نفسها كتير وبتنتج يعني ده اللي واحد يلي الخمسة وخمسين مش من يوم الليلة ده الخمس سنين يعني خمس سنين على مدار خمس سنين مريم الدراسة كانت سهلة وانتي حبيتيها ايه أكتر حاجة حبيتيها الرسم الرسم في كل الأقسام اللي هي درستها أكتر حاجة نحن شايفين دلوقتي على الهواء يا هبا مريم وهي بتستقبل كده الفنانين والنقاد داخل قاعة صلاح طهر وعلى فكرة مش أي حد يعرض في قاعة صلاح طهر طبعا صلاح طهر هو الرمز التشكيل الكبير المصر والفنان الكبير شايفين الصور دي مريم وهي بتوري الرواد والزوار للمهرض حاجة جميلة جدا أنا بشوف دلوقتي إزاي يا مريم جبتي أفكار الصور يعني وانا بتفرج عليها يا محمد حتى من يومين عادت أقول هي تقصد إيه طب وليه رسمت اللوحة دي أنا متزوقة هي مش في دماء مش متخصصة بس بحب جدا الفن التشكيل احنا ما بنعرفش مريم لما خاف إيه يعني في التجريد دي بالزاد احنا بنسابها ان هي تعبر اللي هي عايزة والوقت زي ما بتطلع اللوحة بتبقى هي دي اللي هي عايزة تحفي دمج ألوان رائع جدا يبقى الألوان قوي قوي وسيبن احنا بقى مطلقان العالم كده ان احنا نفكر اللوحة دي تقصد بها إيه مريم احنا بك